أشرنا فيما سبق بأنه النظرية المشهورة بين علماء المسلمين في العلاقة بين الزوجين في الأسرة هي نظرية التابعية وبعبارة أخرى أن هذه التابعية مآلها إلى محورية حقوق الرجل في قبال حقوق المرأة يعني أننا إذا صرنا بصدد مقايسة حقوق الرجل إلى حقوق المرأة في هذه البنية التي هي الأسرة الإسلامية نجد أنه غير قابلة للمقايسة وهذا ما يصرح به علماء المسلمين سنة وشيعة صاحب الجواهر فيما سبق أشرنا إلى هذه النقطة صاحب الجواهر في المجلد 31 في الصفحة 146 هناك يقول وكيف كان فلكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به هسا الآن صاحب المتن يقول يجب هو يقول ويستحب يعني بعضها واجبات بعضها ماذا مستحبات كتابا وسنة التفتوا جيدا متواترة واجماعا فسأل الآن هذا المتن يكشف لك أنه لا أقل توجد هناك فدمقاربة أو تقارب وتشابه بين الحقين حق الذكر وحق الأنثى حق المرأة وحق الرجل حق الزوج وحق الزوجة بعض بعبارة أخرى يقول وإن كان من هنا يبدأ مولانا وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب هاي المرحلة الأولى هذا الذي نحن قلنا أن المحورية في الحقوق لمن ها للرجل في قبال من في قبال حقوق المرأة فإنه لا حق لها عليه مثل ما له عليها بعد مولانا قال بل ولا من كل مئة واحد ما أدري واضح عزائي الرؤية طبعا هذه الرؤية هي الحاكمة في المنطق الفقهي يعني في كتاب النكاح في علاقات الزوج بالزوجة كلها بعد يا منطق حاكم منطق ولا واحد من المئة لأنه البعض من بعض الأعزة بالأمس كان يقول لي سيدنا وهذا تقوله توجد عليه شواهد كلمات واقعا إذا ترجعون إلى كلمات علماء المسلمين وشيعة وسنة تجدون أشد من هذا بمراتب اللي الآن سأشير إلى بعض كما يشير إليها يعني هو سيشير إلى عشر عشرين ثلاثين موضوع من هذه الموضوعات المستفادة من النصوص الرواي يعني المنطق الروائي يعني الموروث الروائي يقول فإنه بل ولا من كل مئة واحد بل هو أعظم الناس حقا عليها هل سأل الآن يبدأ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلحا لأمرت المرأة أن تسجد ماذا لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده هذه كلها نصوص روائية بعضها صحيحة السنة بعضها مستفيضة بعضها ماذا متواترة كما هو قال قال وسنة متواترة وإجماعا الآن دا يذكر مصاديق هذه السنة المستفيضة المتواترة المجمع عليها إلى آخرين ولو صلحا والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم استقبلته تلمس وهو ما أدت حقه يعني لابد هي مش تصير مولانا هي لابد تمرض مثل مولانا لأن هذه أمراض قد تكون معدية مولانا فإذا قالت بابا أنا ما ألمسها ما أقترب منها هذه شين مولانا ضمن الحقوق الزوج خارج حقوق الزوج مولان بعد وقال أمير المؤمنين كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها يعني مو إنسان فما تزوج شن هو مؤمن متدين ضمن الموازين ده يعمل خلقه إلى حقوق مولانا لا إذا شنو ظلمها وآذاها لابد شن سوي المسكينة تصبر أما هو شن سوي ها ملاع بيني وبين الله إما يضربها إما يهجرها إما لا ينفق عليها وإما مولانا بيني وبين الله يؤذيها إلى أن تقول له تبذل له مالا حتى شنو حتى يطلقه وهذا المنطق الفقي الذي يحكم الآن الأسرة الإسلامية هذا المنطق بعد مولانا وجهادها أيضا حسن التبع أن تخدم الزوج أما أن يخدمها أبدا أبدا ما موج إلى غير ذلك مما ورد فيه ولا ينافيه فإن قلت قال تعالى في سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بعد إرادة التشبيه في أصل الحقيقة مباشرة مولانا يؤول الآية تأويلا حتى يتخلص من مضمونها لا في الكيفية في الكيفية لا يوجد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه طبعا هي حتى لو كانت على ظهر قتب الرجل اشتهى لا تجنه تتأخر أو لا تتأخر لا تتأخر أما هي المسكينة ها إذا اشتهت مولانا أوه تعرفون مولانا ماذا مكتوب ولو إلى ولا بخروج من بيته إلا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها ولو في عزاء والدها أبوها ميت مولانا تروح للعزاء يقول الله لا ما يعجبني تتأخر قرر تتأخر قرر فإذا خرجت شنو قولوا فإذا خرجت شنو لعنتها ملائكة السماوات والأرض والأولين والجبال والبحار وإلى آخر وأنظروا الروايات المعتبرة عند المدرسته بعد وأن تطيب وأن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها غدوة وعشية الثان هس إذا عجبه مولانا فبيعون ما عجبها ما دي يقول له ما بالله اختار وهو ما شنو يجي من العمل مملوء مولانا رائحة كريهة ووسخ وكذا مفروض أنه يتنظف لو مو مفروض مولانا لا أبدا أبدا مواجب لا واجب ولا شنو ولا مستحب على شنو بعد بل ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقتين ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها بل أي ممرأة قالت لزوجها التفت ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها خلص ولو كانت شيء صادقة مو كاذبة وإلا لو كاذبة يا أخوات قوة ولو كانت صادقة ولكن ما ينبغي أنه تواجه الرجل بهذا الكلام فهو من قبيل الشرك بالله مولانا لأن أشركت ليحبطن عملك فهو هذا شنو مولانا إذا قلت لبيني وما شفت منك خير فشنو يصير مولانا أستاذ زينها ما قال أعمالها تروح للزوج مولانا لا لا إلا الله وأي ممرأة باتت وزوجها عليها ساخط وكأن الله عليها ساخط في حق لم تتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ولا يرفع لها عمل وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى هس بينك وبين الله خلنا أقل قربة إلى الله يا صاحب الجواهر هس أنت قلت واحد من مية خفد وحدهم أذكر المن ها للمسكينة للزعيفة للضحيفة المسكينة فد وحده فد وحده قربة إلى الله أنت مو قلت واحد من المية مو قلت واحد من الألف سلمنا معك ولكن لا لأن المنطق هذا وإذا وجدت أنت الآن في بعض الأحيان يقول حقوق المرأة وهذا هذا قانون وهذا كذا كونوا على ثقة هذه من باب إما التقية وإما إسكاة الآخرين وإلا المباني الفقهية والكلامية كلها قائمة على هذه الأسس ومن هنا اطمئنوا لن يمكن أن تستقر أسرة طبعا كل ما تقدمنا أكثر يصير تستقر أسرة مع مثل هذه المباني القانونية والفقهية والأقدية ولا يتبادل يا ذهنكم بأنه هذه فقط في تراثنا هذه مجموعة من هذه الروايات التي أشرنا إليها موجودة في كلمات أهل السنة إن لم يكن أشد فليس أقل أنا أقرأ واحدة منها أعزائي واحدة من هذه الروايات أعزائي وهي ما ورد في المصنف أعزائي في المصنف المسند المصنف المعلل أعزائي المجلد الخامس عشر دار الغرب الإسلامي هناك في صفحة مئة وواحد وتسعين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال أتت امرأة النبي فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته وإلا لا يجي السؤال وما حق الزوجة على ماذا على زوجها قال لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب هذه الروايات التي أنا قرأناها من صاحب الجوهر نفس النصوف قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تصدق لا تتصدق يعني بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الآجر وعليها الوزر قالت يا نبي الله ما حق الزوج على امرأته قال لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع قالت يا نبي الله فإن كان لها ظالماً مو أهل حق ديوذيها ويظلمها فإن كان لها ظالماً قال وإن كان لها ظالماً فعليها أنشنوا الصابر قالت والذي بعثك بالحق لا يملك علي أمري أحد بعد هذا أبداً ما بقي إلى آخر وعشرات الروايات بهذا المضمونات هذا من الأجزاء اللي يردون يتابعون مولانا خلي يشوفون هاي الرواية جيد بقي عندنا هذه تتمت نظرية شنو؟ ها؟ نظرية أعبر عنها أنا نظرية محورية حقوق الرجل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى حقوق المرأة مرأة 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 مرأة